موسيقى برحب فيكن أعزائي الطلاب بأي مكان متابعيني فيه على قناتي واليوم بنحكي عن موضوع التكاثر في النباتات الزهرية وعن الأزهار بالتحديد موسيقى شوية معلومات هيك نتعلم فيها ونستنتج النتيجة الخطيرة اللي قالينا هلأ هون إنه الأزهار هي التراكيب التكاثرية في النباتات الزهرية فالأزهار طبعا يمكن كلنا مفهوم الزهرة بالنسبة لنا كبير كتير وحلو بيحمل زكريات بيحمل يعني هيك أشياء جميلة للنفس كل آياتنا يمكن قدمنا لوالدتنا أو لصديقنا صديقتنا أزهار وكان هو تعبير عن حب وانتنان لكن طبعا الزهرة إذا شفناها هون بالفيديو طبعا ملاقية هي يعني شيء رائع جدا له وظائف كتيرة منها مثلا ممكن تغذية كثير من الكائنات كبعض الطيور الصغيرة الحشرات كالنحل يعني بذات أشكال وألوان وتنوع هائل لكن بالنهاية كل الأزهار هي من ناحية التكاثر من ناحية العلم هي الجهاز التكاثري الذكري والأنثوي في هذه النباتات الزهري إذا الزهرة في النهاية ستتحول إلى ثمرة تحوي بداخلها بذرة تؤمن هذه البذرة نمو النبات في مكان بعيد عن النبات الأصل وبالتالي يؤمن تؤمن هذه البذرة تكاثر النبات يعني إيجاد شجرة جديدة بعيدة عن الشجرة الأم لأن الثمرة تؤمن لها لهذه البذرة الانتشار الحماية أولا ومن ثم الانتشار خلال المعلومات البسيطة التي سنحكيها عن الزهرة سنستنتج هذه الفكرة المهمة جدا أن الزهرة هي جهاز التكاثر بالبداية زهرة لنكتشف بنتا أو أقصامها الميسم القلم المتك الخيط السدات البتلات البويضة المبيض السبلات الكربل مصطلحات قرناها بسرعة لكن إذا رجعنا هلأ نعيدون من دون ما يكون موجود عنا أي شي منهم هدلون فعندي إذا أنا أجيد بسرعة أحكي بلاقي أنه الزهرة هي أعضاء للحماية أعضاء للدعام وأعضاء للتكاثر هي السدات جهاز التكاثر الذكري والكربل أو نحن منسميه أيضا أحيانا المضقة أو الخبار كلنا دلول التسميات لشيء واحد هو جهاز التكاثر الأنثرة حيث يحوي بداخله البويضة والسدات التي ستنتج حبات الطلع التي بالنهاية هي طبعا تعمل على إنتاج أعراض ذكري فيما بعد أو أمشاج الذكري تستعمل تعابير عديد الوصف الزهرة كالألوان الرائحة أيضا تعبر عن الزهرة الشكل التركيب بعض أزهار ذكري وأزهار أنثوية لكن يعني جميعها لها علاقة مباشرة بعملية التكاثر خلينا نفصل أكتر ونقول أنه الأزهار فيها التراكيب الزهرية التراكيب التكاثر الذكرية يلي هني الخيط والمتك أو الخيط والمئبر يلي هنين بمثله السداء تمام؟ تنتج السداء ينتج المتك أو المئبر بانقسامات منصفة ينتج حبوب اللقاح أو منسمية أيضا حبات الطلع يوجد أيضا جهاز التكاثر الأنثوي اللي هو الكربلي عضو التكاثر الأنثوي كل كربلي هي عبارة عن ميسم وقلام ومبيض في المضيط توجد البويضات التي تحوي العروس المؤنثة تمام؟ هذه العروس المؤنثة عندما يتم تلقيحها تتحول إلى بيضة ملقحة تنتج فيما بعد البذرة التي تحوي الرشين أو جنين النبات يلي مثل ما إلنا عندما يجد فرصة مناسبة فإنه ينمو ليعطي نبات جديد طبعا اللي عم نشاهده بالفيديو هو ملخص لكل شي حكيناه إنه الزهرة هي أعضاء دعامة هنين التويج الذي تمثله البتلات الأوريقات الملونة في النبات والسبلات اللي هنين الكأس طبعا هدلول بمثله أعضاء الدعامة للزهرة أما أجهزة التكاثر كما قلنا فهنين الأسدية والكربل أو المضاقة تنتج المآبر هنا المآبر أو المتك ينتج الحبات الطلب أما المضاقة فتنتج الأعراس الذكري الأنثوية عفوا أو البويضات كما قلنا أعضاء الدعامة ومنعيد هلأ فقط الكلام اللي هنين الأسدية عفوا السبلات والبتلات طبعا البتلات تكون ملونة وتلوينها يعني له وظيفة غير الجمال والأشياء المريحة ولكن لها وظيفة هو جذب الملقحات كالحشرات والبعض أنواع الطيور مهم انتهينا من أقصام الزهرة نحكي عن تكيفات الزهرة وها يعني تكيفات الزهرة يعني ما الذي يخلق منها أشكال مختلفة كما نشاهد هنا تمام فالزهرة أخذت أشكال كثيرة فحسب تركيبها سنجد الزهرة الكاملة والزهرة الناقصة الزهرة الكاملة هي التي تحوي كل ما ذكرنا بتلات وكأس تمام وكربة لواحدة والأستيل أما الأزهار الناقصة هي تفتقر إلى أحد هذه الأعضاء فمثلا أزهار الزنجبيل ليس لها بتلات معهم وإنما الكأس أخذ لون فقط وإنما البتلات حسب مفهومنا لدرسنا غير موجودة أيضا للأزهار حسب جنسها نوعين زهرة فيها كل الجهازين الأزدية والكربلة أو المدقة وعندها ندعوها ثنائية الجنس أو ممكن تكون أحادية الجنس يعني يكون فيها فقط المتاع عفوا الكربلة فعندها تدعى أنثوية أو تحوي فقط الأزدية وعندها تكون ذكرية ممكن أيضا حسب التصنيف تصنيف تعرفوا نحن مغلفات البذور أو مغطات البذور تقسم إلى صفين من ذوات الفلقتين وأحادية الفلقات ف لكل الصفين هدلون إزهار مختلف عن الآخر فبذوات الفلقتين يكون عدد البتلات من أربعة أو خمسة أو مضاعفاتهما يعني ثماني ثماني فوقت ماني حط أربعة أو أطنعاش وهكذا خمسة أيضا خمسة عشرة خمسة عشرة فالبتلات إذا كانوا بهذا الشكل فهي الزهرة تعود لذوات الفلقتين أيضا بيكون كمان السبلات والبكرابيل أيضا له النفس يعني الرقم هو مثال عليها العائلة الخردلية اللي هي مثال عن هذا اللي عم نحك اللي هني ذوات الفلقتين أما أحاديات الفلقة ذوات ذوات الفلقة الواحد أعضاء الزكة أعضاء الزهرية فيها اللي هني نستبلات البتلات وخصوص البتلات تكون عدد الأزهار فيها ثلاثة أو مضاعفاتهما إذا ثلاثة أو مضاعفاتهما هني ذوات الفلقتين أربعة أو خمسة تمام وبالتالي أيضاً بيكون الأزدية بيكون ضعف البتلات يعني بناميز تماماً هون الأزدية والكرابل مثل السبلات والبتلات يعني هون أربعة أو خمسة أو هون كمان أربعة أما هنا بحاديات الفلقة فحيكون عدد الأزدية هو ضعف عدد السبلات ودائماً عدد السبلات والبتلات هو ثلاثة أو مضاعفاتهم تمام؟ إذن هون عم نحكي الأنواع التنوع والأزهار وعم يكون حسب التصنيف وحاديات أو ثنائيات الفلقة حسب نوع التلقيح فحبوب اللقاح التي تنتقل من المئبر إلى الميسا أو من المتك كما نسميه أحياناً إلى الميسا يكون يعني كل نوع إلى طريقة انتقال فلدينا بالحشرات لدينا بالرياح طبعاً يعني لما بيكون المسؤول عن نقل الحبوب اللقاح حشرات فبيكون الحشرات تصل إلى المئبر وتعلق بها حبوب اللقاح تمام؟ أما هنا فتنقلها الرياح فبيكون حبوب اللقاح خفيفة الوزن فالأزهار تتدلى نحو الأسفل وتتأرجح مع الرياح حتى تقوم بعملية النقل أما مثلاً التي يعني طيور تنقل حبوب اللقاح فبيكون الزهرة حمراء تجذب الطائر الطناني اللي هو وسيلة النقل هي وسيلة التأبير أو وسيلة التلقيح ممكن يكون الرائحة فمثلاً رائحة الألوان الفاتحة والرائحة حشرة العث تجذبها إلى مكان هذه الأزهار وتقوم طبعاً أحياناً الرائحة تكون كريهة تجذب إليها الزباب والخنافس تمام؟ يعني لأنه طبعاً الزباب والخنافس لش يعني بينجذبوا نحو الرائحة المنتينة يعني بالنسبة لهم هي غذاء الرائحة النتينة أيضاً الرحيق هو وسيلة لجذب الحشرات اللي طبعاً الرحيق بالنسبة لها الحشرات وغذاؤها فإذاً حسب التلقيح لدينا أزهار مختلفة يعني مثلاً هم حبوب اللقاح بتكون لزيجة حتى تقدر تلتصق بحشرة هنا كما قلنا يعني خفيفة وتطير بالرياح هون الأزهار التجذبة هوني طبعاً كل زهرة كما قلنا لها وسيلة تلقيح مناسبة وبالتالي تكيفات هذه الزهرة مع وسيلة التلقيح إذن هيك ونكون حكينا عن الزهرة تعرفنا على بنيتها وأعضاء التكاثر فيها وتكيفات الزهرة ومن يعني فهمنا شغلة أنه من تكيفات الزهرة حصلنا على هذا الكم الهائل من أنواع الأزهار وأشكالها فهذا التنوع بالشكل هو لهدف الهدف هو التكاثر الهدف هو إنتاج طلع إنتاج حبوب اللقاح ونقلها إلى المويضات وهكذا تمام؟ إذن بالنسبة لدرسنا هلأ حالياً فهمنا عن هالأزهار وحالياً شكراً لكم شكراً لكم